طيب شفنا احنا لا شكرا على واجب في مقالي ومقاله لكن يبقى كلام كثير في الغربال حق الغضب وانا بتناقش انا والموان تسعاد لي قبل الحلقة على تفاصيل هذا المشهد الاهلاوي دلوقت هو فيه ايه بالزبط الجمهور غضبان الحقيقة محتاجة توضح فقال لي لا هو ده حق الغضب ليه؟ الغضب يا سيد برايم بين الحق والمسئولية غضب الجماهير ده حق مؤكد ايه الجمهور شايف حاجة مش عقبه حاجة هلقاه واخد بالك مش معني هو انه لازم يخلش في التفاصيل ايه عشان يقبل او ما يقبلش او يستوعب او يتفهم ايه المسئول مهما كان غاضبا ما عندوش الطرف ده عندوش طرف الاندفاع في الغضب لانك لو صرفت بغضب وانت مسئول هتتخذ قرارات مبنيه على الغضب ايه لما تيجي تبص تلاقي بعض المكتوب جمهور بينفس عن ألقوه بينفس عن غضبه شايف مشاهد يتصور انه عنده الحلول يتصور انه هو شايف حاجة المسئول مش شايفها وده طبعا مستحيل لان مسئول اكتر واحد شايف وعارف وقالان ومزعج لكن بتصرف كم مسئول لان تجي دي يقولك ايه وصل الامر الى ادارة العليا بعض المواقع وهنا تشم يعني ان الامور في حتة مش طبعية شوية ويبتدي المقارنة النادي مش انشاءات لا النادي يعني وهو بيقدم رسالته هنا بيقدم رسالته الكروية بيقدم رسالته الرياضية بيقدم رسالته المجتمعية وكل امور لازم تمشي كلها ايه وترتيب الاولويات مؤكد 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 كرة القدم ايه لان ما هو احنا عارفين ان كرة القدم هي المتحكمة في مزاج سبعين في المئة من الشعب ده ايه فازاي ما يتشالش اهموهم ايه ده وطئة المسئولية هنا مرعبة ايه ومرعبة وتخليك يعني يعني تخليك الان حتى وانت بتعالج لان ازا كان السياسة اصداد إبراهيم فن الممكن ايه فالمسئولية فاهم الممكن ام ما يكفيش ما يكفيش العبارة القاتلة اللي انا شخصيا ما بتوصلناش لأي حاجة لكن الجمهور من حق يقولها ايه في حاجة غلط المسئول ماقدرش مش من حق يقول في حاجة غلط المسئول لازم يبحث ايه ايه الحاجة دي طب وعلاجها ازاي طيب فانت وانت بتعالج استاذ براهيم نقطة مهمة جدا بس عايزة كامل بيها ايه انت وانت بتتفهم الاسباب بتاخد بالاولويات تمام ها تمام لكن خليني وانت بتدي هذا العنصر النبيلي اللي على الشاشة الجمهور وانت بتدي له هذا الحق في الغضب وده امر طبيعي اديني انا حق السؤال ام انت راضي على المستوى ولده لا طبع مش راضي اه هو انا في الاخر مين كويس انا في الاخر حضرتك مين المشجع اهلاوي اه شايل هم الفرقة مرة كمشجع ومرة كمسؤول ان شاء الله عندي مسؤولية دي كده طيب الناس وهي غضبانة بعيدا عن حجم الغضب ومشروعيته النمى العودة وانا ها انا يعني احب احطه قدامك الحقيقة عشان ننقشه بموضوعية شوية يا جماعة الاهلي مع مارسيل كولر بدأ الموسم بست مباريات وراء بعض كان منهم اتنين في توقيت صعب اول حاجة الرجل ينسكها مع اتحاد المنستيري التونسي فريق قوي وصيف البطل الدور التونسي ومدرب جاي على المنطقة مش على مصر بس لأول مرة خانت المسألة فيها بعض القلق شوية لكن ست مباريات انتصار على التوالي بعروض الكل اشياء بيها خدوا بالكوا حاجة بنتكلم على نفس المدرب ونفس اللعيبة علشان احنا واحنا منتناقش رغبة في ان انا اوصل مع المهندس عدلي الخلل فين بالزبط نحاول نقرب الصورة بملامحها او بمضمونها الطبيعي الآن الكسب التحاد المنستيري واحد صفر وثلاثة صفر فاز برى الارض اول مباراة هي لعبها فاز برى الارض في تونس واحد صفر وجي فاز في القاهرة ثلاثة صفر ودخل الدوري بدأ مع الاسماعيل الكسب واحد صفر فاز على اسوان واحد صفر ثم فاز على الزمالك في مباراة السوبر اتنين صفر وفاز على الداخلية اربعة واحد وده كان اول هدف خدش مرمى بالزبط جاب اتناشر هدف في الست مباريات يعني معدل هدفين في كل مباراة وده كان شي كويس اذا ستة على ستة في المرحلة الاولانية ديت ثم حصلت حاجة لازم واحنا بنناقش عشان نشوف ايه اللي حصل نوقف عندها شوية حصل توقف للدوري طيب ايه اللي حصل بعد التوقف للدوري انت مش انت مية في المية ليه من بعد العودة من التوقف لاهل لعب سبع مباريات الاهل اللي كسب ستة على التوالي فيهم الاسماعيل وفيهم الزمالك وفيهم اتحاد المنستير هو نفسه الاهلي مع نفس اللعيبة ونفس الجهاز اللي لعب سبع مباريات لغاية مبارح مع اسموحها من بعد التوقف السبعة تعادل فيهم مرتين لكن فيه مد وجذر بقى يعني ألاء الأداء على أفضل ما يكون قدام المحلة وفوز في المحلة اتنين صفر ثم يعني النتائج في السبعة دول بعد العودة مع المقاولين حصل تعادل في الكاس ثم فوز بركلة الترجيح لكنه هي تعادل في المباراة مع طلاع الجيش اللي قالي كسب اتنين واحد مع غازل المحلة كان الأداء أفضل وكسب اتنين صفر مع الاتحاد السكندري كان الأداء أفضل وأفضل وكسب تلاتة صفر من الرغم الفوز لأن اتحسب علينا ضربتين جزاء ودي كانت حاجة غريبة جدا كان المؤشر رغم فوزك ثلاثة صفر المؤشر تز ومحدش خد باله إنه الإشارة حمرة لأنه جمعة في يولشار أم اتعادل واحد واحد وكسب فارقه اتنين واحد بخلع الدرس واستمرارا للأداء في الثلاث موتشات اللي وراء بعض اتعادل مع سموحة في أداء سلبي للغاية طيب الثلاث موتشات دول اه اتلعبوا في كم يوم في أسبوع أو عشر تيام اه 8 تيام 8 تيام أنا ليه بقول كده اه لأن الإشكالية السيد برهيم لما يبقى عندك دروب عشان تخرج منه ما أنت محتاج تتعرف على أسباب تدريبات علاجية لعلاج الأخطاء لو عندك إصابات عايز تستردها فلما تتكالب عليك الإصابات في أبرز نجومك يعني أنت مين كان كان يعني نجم الشباك وقتها لدرجة الفيتوريا قالك ده أهم العين في الدوري طه محمد طه أوب إصابة وأنت ماشي مسيرة نجاحة طبعا أنا بقول كده آه عندك البودلاء بس أنت كنت استقررت إن الرجل ده بقى أساسي أدي عنصر أساسي كويس؟ بعد فترة طويلة من فترة النقاء والعلاج عبر عن نفسه في ثلاث ماتشات بشكل مطمئن جدا كويس؟ إصابة وبعدين أكرم اللي الناس كلها شايفاه هو صاحب المستوى السابت وأهم باك رايد في الدوري إصابة في التمرين عناصر بتصاب عشان عناصر تخش مكانها راجعة من توقفات وناقها فأنت بتبص تلاقي نفسك عايز يبتدي من أول السطر بعد فترة التوقف ما أنتش مش بلتمس العذر ودي مش حجج بس أنا بحلل بحلل الصورة فيها إيه؟ عارف فأنت لما تيجي يا جماعة من فضلكم إحنا ما بنقولش حاجة علشان يعني نهون الأمر بس إحنا بنقول حاجات لماذا لا يتعافى الجسد ها؟ الذي كان عافيا الذي كان عافيا والعلاج ايه هو العلاج وهل عندك وقت للعلاج ولا بيستني العلاج محتاج وقت وخدمالك لما أنا هجي لك في العلاج لاتسر أنت أستاذ إبراهيم بعد توقف المشهد ده ما حدش أدب بمستوى خصوصا فرع المقدمة طيب أنا بس عايزة أقول لك الإسبوع الإسبوع ده الأخراني ده الذي شهد يعني تم تيجي تقول لي فيوتشر ده فيوتشر أرقامه لما تشوفها عيب إن ماتش ده يروح منك ده فيه 33 كرة عرضية واخد بالك فيوتشر دعم منك ضربة جزاء ولك ضربتها جزاء لم يحتسب يعني تقدر تخرج منه وتقول إيه ماتش مش ممكن تتعادله لكن إن بارح مع سموحة ده اللعيب ده اللعيب لأنك إنت السدريكت في طريقة لعب لو عابد عادت تلعب 3 أيام مش هتشاكل خطورة شكرا